والأستاذ الجامعي الأستاذ حسن عبيرا بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لجميع المؤردين وقائمين على هذه المحفظ حالي تكريم أستاذ مولاد مصطفان علم وشكراً لحضور قرد بإثمه ومقابه أشكر مجي أستاذ القراطي الذي أتاح لهذه الفرصة لأتكلم عن شخصي أحبابته وأحباب جميع مولمصطفى العلوي يصعب عن تحدثة الخصاري وأخراقه وتصرفاته ذلك الصحفي الأستاذ الذي يتحدثه قبل أن يتكلم وإذا تكلم أقنع مولمصطفى العلوي عندما كانت شباب وعندما كانت كثيرين وكامتقفين ولم نقنع منك يا أستاذ مولمصطفى العلوي مولمصطفى العلوي أعطى للصحافة الرسمية معنا أعطى للصحافة قوة وأعطى للصحافة ذلك الباحث وذلك المتفحث مولمصطفى العلوي لم يكن صحفيين ولكن كان متقفا وكان سياسيا وكان ذلك الرجل الذي يتعامل مع الجميع والجميع يتعامل مولمصطفى العلوي الصحافة المتعلقة شخصية إنسانية واجتماعية وإعلامية متميزة يتحدث مع الجميع مع كل القضايا وفي كل القضايا بدون إصدار مواقف السبعين كلما أقصرتها تحرس إنه معك كلما تكلم معك تقنعك الصحافة العلوي حضور قوية دائرة قوية دكار إعلامي الجر وهو ما حوله إلى ظاهرة إعلامية تحولت مع الزمن والتجربة إلى مدرسة ونمط إعلامي متنيز في الفضاء المطروق والمنظور الصحافة الذين يؤسوا على مهنته دون غيرها الصحافة الذين يتكلف بالوطني الخالصة في عمله يقوب جاملاً في خدمة الوطنية مستجوداً ومتكلماً ومعلقة يتصف بالوفاة والجدية وصلابة الموجودة والنظر الأمام وتحامل الرسالة الإعلامية وتابعتها إنه أم المصطفى العلوي الذي جمعنا في مؤتنا جميعاً وتكلم معنا في ثلاث سنوات لتحدث عن الأخبار وعن الطعاريخ وعن الشياء وعن القضايا الكبرى ولم نملة أبداً من طواته ومن كلماته ومنا مصطفى العلوي المصطفى العلوي ربما كان مدائماً إلى بناصة العسكرية ولكن تحولها وغادرها ونتابع المطار إلى أمينة المتائل فعلاً مهنة المتائل لمن احتكرها ولكن مهنة المتائل لمن يبدئ فيها ولمصطفى العلوي كان مبدعاً أكثر من مستوى ناطقاً وتكلماً ومحاوراً وكأن الأقدار غربت منه اسماً مولان تطفى العلوي الذي أثر في جيل مكامل وأثر في متقافين والسياميين أثر في مشاهدين هذا المصر المعلم من التمييز للتفوق عندما انتقل من التعليق وقرار النشارات الإخبارية إلى البرامج التاليونية ولأنه مصحابي الكبير فاقتهاناً مع الكبار في مهنة المحترمة كرجون إعلام كبير حيث أدرك حساسية المحلة وخلفياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستطاع أن يتعامل مع المرحلة بكل حقيتين وبكل دقاء وبكل مهنية فارمجوا يخصروا الكلمات والمطارات والتعبيلات لإيصال مساملة بدون تكليم